من منطلق حرص النيابة العامة بالشارقة على ترسيخ دعائم الثقافة القانونية والتلاحم المجتمعي نظمت النيابة ضمن مبادرة مجالسنا التوعوية ورشة تدريبية بعنوان حماية المستهلك في القانون الإماراتي وذلك في ضحية الخالدية بمنطقة الخان وبحضور المستشار أنور أمين الهرمودي المحامي العام الأول بنيابة الشارقة وخلفان المري ورئيس مجلس ضحية الخالدية وقدم الوشة مصعب الكمالي وكيل أول نيابة حيث دارت المحاور عن أهمية حماية المستهلك للفرد والمجتمع والاقتصاد بشكل عام وأساليب حماية المستهلك وتعريف الجمهور عن حقوقهم كمستهلكين في القانون الإماراتي بالإضافة إلى الالتزامات على المزود والتاجر والمنتج والنصوص التي نص عليها القانون في حالة مخالفة الالتزامات والواجبات ترجمة نانسي قنقر